تفضل أهلين سلام عليكم ياهلين وسهلا من وين جنابك؟ من الأردن جوردن ها أنت أيضا من الأردن ياهل بك ياهلين وسهلا سني من أبنى عائشة نعم أكيد أكيد من أجازة لعائشة أن تفتي بالرضاعة الكبيرة؟ أول شيء أنت مدلس الرضاعة الكبيرة ليس موجودة في الإسلام مش موجود ما موجود شيء اسمها الرضاعة الكبيرة؟ لا مش موجودة أبد أبد حتى كلمة الرضاعة الكبيرة حتى بالكتب السنية ما موجودة مش موجودة وإذا موجودة؟ يجيب الدليل طيح ادخل على الجوجل طيح ادخل على الجوجل يلا ها نراحكم يلا اكتب صحيح مسلم صحيح مسلم نجد تمام باب كمل كمل بعدنا ما مخلصي باب ايش؟ رضاعة الكبيرة رضاعة الكبيرة نعم اقرامنا الباب والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة ابن سهلين أن ترضى سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا وكان مولى لدى زوجها ذو لحيا ما كبر طلبت المميسة نعم 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 ليش هذا السبب ليش مسلم سنة مواحد ينصدم بكتب والله وراكم وراكم والله كفركم وبرابكم والله والله العظيم إذا ما أسويكم كلكم ملحدين تحياتنا لإخواننا الملحدين تحياتنا لإخواننا اليهود إخواننا المسيحيين إخواننا بالأنفسنا سيد النغل يسمي سنة إخواننا بالأنفسنا والإمام عليه السلام يقول السنة أسوأ من المجوس أسوأ من جميع البشر ويسميهم إخواننا بالأنفسنا خب وحنا ما نقول اليهود إخواننا بالأنفسنا والمسيح إخواننا بالأنفسنا لأن السنة بالروايات أسوأ أسوأ من الكل أسوأ من الكل بدون استثناء أنصدم خطايا